قتل ثلاثون شخصا على الأقل وأصيب أكثر من مائة وستين آخرين جراء ضربات شنتها روسيا على عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف مستخدمة عددا غير مسبوق من الصواريخ من جانبها أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات برنيانسك وأوريول وكورسك وموسكو يأتي ذلك بعد أن دان الأمين العام للأمم المتحدة بشكل لا لبس فيه وبأشد العبارات الممكنة الهجمات المروعة التي وقعت على مدن وبلدات في كل أنحاء أوكرانيا عشرات القتلى والجرحى في أوسع هجوم جوي روسي على أوكرانيا منذ بدء الحرب بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الليل مستهدفا البنية التحتية الحيوية والمنشئات الصناعية والعسكرية الضربات الليلية جاءت بعد أيام على استهداف أوكرانيا سفينة حربية روسية في مرفأ فيودوسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا فيما أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فالريزا لوجني إن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت سبعين في المئة من الهجمات ردود الفعل الدولي على التصعد الروسي لم تتأخر كثيرا فالأمم المتحدة نددت بالهجمات فيما وجهت دول غربية انتقادات حادة لموسكو في مجلس الأمن الدولي الرئيس الأوكراني فلودمير زينيسكي قال إن روسيا استخدمت خلال الهجوم كل أنواع الأسلحة تقريبا في ترسانتها مناشدا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس على اتخاذ خطوة طارئة لتجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية لكييف سنة 2023 لم تكن سهل على موسكو فالضغوط المتواصلة على جباهة القتال ومحاولة الجيش الروسي الخروج من عغدة الانسحاب من خيرسون قبل أسابيع قليلة وتحسين مواقعه على خطوط التماس ارتبطت مع تحولات نوعية في حجم وطبيعة الأسلحة الغربية التي انهمرت على أوكرانيا وانتقلت الحرب إلى داخل العمق الروسي مع توسيع استهدافات مشاءة حيوية في موسكو ومدن عديد أخرى بالطائرات المسيرة